لما ان السيف بدأ فخلوني بقى اكلمكم على كل مزيلات العرق اللي انا جربتها وبحبها ومع ماتليش الحمد لله لا التهابات ولا اي تحسس ولا سمرار في منطقة الاندر ارب ولا زببت لي اي مشاكل وفي حاجات كتير استعارها هيعتبر معقول وحاجات موجودة اصلا في الهايبر ماركت وحاجات موجودة في الصيدليات وفي بعض الانواع هقول لكم عليهم من افضل الانواع اللي انا بحبها وموجودة في مصر وبرا مصر الاهم بقى من مزيلات العرق ان انا هقول لكم ان هو ده ترك كايرة وعملتوها حرفيا مش هتخلي عندكم ريحة عرق اطلاقا مش هتكونوا اصلا محتاجين انكم تستخدموا مزيلات عرق وهجاوكم على اكتر سؤال بيدور في دماغكم هل مزيلات العرق بتعمل سرطان ولا لا وزي تبعوا من متعودين معايا في اخر فيديوات بنزلها هقول لكم في اخر الفيديو ده ازاي بقى تستخدموا مزيل العرق بطريقة صح عشان تقوم انه افضل حماية من العرق خلوه بقى يا جماعة اكلمكم على اول اتنين انا بحبهم جدا جدا لانهما كلهم مواد طبيعية ما فيهمش كالكحل ولا عطور ولا الكلام ده كله واحد حرفيا من اكتر مزيلات العرق ده انا بحبها جدا هو وتاني واحد هو وتقريبا هو مشابه لكل حاجة في بس سعره طبعا اقل كتير جدا جدا من بتاع بيز لاين ده بقى اول واحد بيز لاين انا بحب جدا النوع ده في نوع تاني من بيز لاين انا محبتهوش عايز اهوروه لكم اللي هو النوع ده يا جماعة كنت اجاباه من لبنان انا مش عارفة هو موجود في مصر لا بس ما اعتقدش ما شفتوش في الصدلية قبل كده الانواع دي ما فيهاش اي حاجة انتو بتخافهم انها اللي هو القلوم انهما والبربن والكحول والعطور وكلام ده كله امينين تماما ده ما فيهوش اصلا خالص عطور ده كان فيه بريحة الروز بحبه جدا بحب اوي اوي فيه ان هو كان امان معي في وقت الحمل كنت قادر ان انا استخدمه وحيث ان انا عادي ما فيش اي مشكلة ممكن تحصل منه بالنسبة لي انا كان من حماية كانت كويسة قوي كان بيدي تقريبا يوم ونص قوي يومين حماية ودي حاجة انا بحبها منه ملمسه بيبقى كفيف كده على الجلد بس كانت مشكلته اللي هو مش بيمتص بسرعة بس عابة الوحيد ان هو صراحة سعره غالي فبحب ان انا اجيبه لما بيكون فيه عروض اللي هو او كده النوع ده بقى من سعره ارخص بكتير بس للأسف حمايته ضعيفة قوي يعني ممكن يقعد معي انا نص يوم ما يكملش يوم وما حبتهوش يا صراحة النوع التاني بالمرة واحنا بنتكلم على فانا جربت بتاعهم تمام مفروض كاتب ان هو الحماية بتاعته اتنين وسبعين ساعة كداب حرفيا ده يا جماعة حمايته ما بتكملش معاكي نص ساعة تقريبا وحش قوي قوي وكنت كل ما برشه بحس ان انا بيجي لي اختناء من كتر ما هو فعلا بيكتمل نفس بطريقة مش طبعية صعب او يا جماعة بجد اوحش سبري واوحش موزيل عرق انا جربته بحياتي كان بتاعهم فبجد ما رشهوش لاي حد محالش يجيبه ندخل بقى على تاني حاجة انا بحبها وهو الروق البيتشي ولانا شايفها البديل بتاع بيزلاين نفس التركيب ما فيهوش اي كيميكالز خالص لا الومينام ولا بارابيت حمايته الصراحة بالنسبالي حاليا في الصيف اقل شوية من حماية بيزلاين بيزلاين كان احنا المفروض بنستخدمه كل يوم ليه علشان هو مضاد لريحة العرق مش مضاد للتعرق فبالتالي هو مفروض بيقضي على البكتيريا اللي بتسبب معنا ريحة العرق بصوا قوامه هو قوامه كريمي جدا جدا ودي حاجة لازية فيه بيدي كده لون ابيض حلو في منطقة الاندر ارم وانت بتحطوه فدي حاجة انا كنت بحبها يعني بحيث كده المنطقة شكلها نظر شوية من حاجات بقى اللي سعرها اقل ودائما برضو بيقع لها عروضه اللي هو الميلاتكس الميلاتكس حلو ريحته لطيفة في منه رواح كتير جدا جدا الصراحة بس انا اكتر حاجة حبيتها الياسمين الفكرة كلها ان هو حمايته مش احسن حاجة في الصيف كويسة جدا في الشتاء فبتحتاجي طبعا انك تاخد يشور كل يوم بقى وتحطي بقى موزيل عرق كل يوم علشان تلاقي منه حماية كويسة لو انت حد بيعرق قوي جدا فممكن يقعد معاكي نص يوم المفروض التلات موزيلات عرق دول اللي هما بتوع اه بيزلاين ومفروض الميلاتكس وستارفيل والكلام ده كله المفروض ان هما بيقوكاتبين عليهم ان هما بيفتحوا منطقة الاندر ارم للامانة انا الحاجات دي او التلاتة دول مخلصوهم لغاية اخر نقطة ومكررهم اكتر من مرة ملاقيتش منهم اي حاجة في التفتيح وردي انا ماشي الاندر ارم عندي مش غامل اصلا بس الفكرة ان بيقى ساعد بيقى فيه درجة مختلفة عن درجة الجسم الطبيعية فاقيه هو الايفاكت بتاعهم في التفتيح ضعيف جدا ولو انت عايزة تفتحي منطقة الاندر ارم متاعكم يديش اصلا على موزيلات العرق ان هي اللي تفتحلك منطقة الاندر ارم اه هي ممكن تساعد بس مش هتكون هو الحاجة الاساسية اللي هتساعد معيك على التفتيح اصلا والمناسبة لو انتم في عنا الموضوع ده مهتمين انكم تعرفوه عايزين تعرفو ازاي تحافظوا على منطقة الاندر ارم من الاسمرار وازاي تخلوها تبقى افتح فاقوليه في اكلمكم عنه وعن رأيي فيه دوبل سبري طبعا يتفوق على دوبستيك بالنسبة لي مية في المية بجد احلى مليون مرة من دوبستيك ده اللي هو ربع كريم انا بحبه لان انا ما كنت باجي ارش وكان بيطلع كده كريم على منطقة الاندر ارم فبتحس شوية ان المنطقة مترطوة ما كانش بيعمل الصراحة اختناق مع بعض الناس يعني ما بيترشب بيخنوقهم شوية بس انا كنت الدنيا تمام معي ما كانش بيخييني كحة او هحسيني وجيبي امفل بتاعتي تعباني النوع ده والعطر ده بتاعه اللي هو براحة الرمان رهيب بجد يا جماعة بيدي احساس باللي انتعاش والله رهيب بجد تجربوه ومش هتندموه لو انتم بتحبوا تجيبوا الحاجات اللي هي العادية دي بجد مش هتندموه وسعر بقى طبعا كويس وموجود في الصيدليات وموجود في تعالوا بقى نقارن ما بين الاتنين دول اللي هو طبعا دول اشهر اتنين استيك تقريبا موجودين في السوق انا كمينا الاول مشكلتي مع الاستيك في حاجة بصوا يا جماعة اللفة اللي بتعطي لفوها لتحت دي كده وقت عشان تطلع معاكم الاستيك في الاستيك انا محبتهاش في دوف كانت لذيذة وبتليفي كده بسرعة ويطلع معاكي اسرع هنا بتحس ان ايديك بتخبط في نهاية العلبة انا عافة ان الموضوع ده تافي جدا ممكن ما يكونش سريع مع حد انا كان بالنسبة لي مش كده انا اصلا شخصي عايزة الحاجة تبقى سريعة معايا وبسرعة عشان ننجز فاهمين هو خلاص لديز بيستيك فاضل في حتة صغيرة دوف خلصان انا عفكرة معظم موزلات العرقة كانتكوا عنها دي تقريبا كلها خلصت اول حاجة بالنسبة للحماية المفروض دوف كاتب انه هو بيحمي مدة 48 ساعة برضو كذب مش بيحمي اكتر من يوم من ريحة العرق بيديكي ريحة انتعاش حلوة ولزيزة بس حمايته كانت اضعب بكتير جدا يا جماعة من الدوف اسبري بلنسبة لي حرفين كان احلى من دوف استيك مليون في المية حمايته اعلى بكتير بيقعد معاك 48 ساعة كاملين فعلا بيحميكي من ريحة العرق طبعا من موزلات العرق التحفة جدا بس عرق غري جدا هو تحفة تحفة ومعملون منه انواع كتير قوي يا جماعة ده طبعا موجود في مصر ومجرر مصر شبه بالزبط بس هو فكرة لسعر وعلي انا لسه صراحة مجربتهش لان انا بسطدم حاجات عادي محلية بتكون كويسة معايا بس لو جربتوا اكيد ان شاء الله هبقول لكم رأي فيه في نوع موزل العرق مشهور جدا بتسأليني عنه اللي هو الفيبكس الفيبكس يا جماعة من الحاجات اللي كانت فعلا بتحمي كويس جدا جدا من العرق بس جاء منها مشاكل كتير اوي 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 فمش عارف السبب في ايه بجد ممكن تكون في حاجة في التركيبة جوه مش كويسة فبلاش انكم تجيبوه عشان لو حد بيفكر ان هو يجيبوه تاني حاجة عارف السببين عنها اللي هو انا مجربتهوش الصراحة بس في ناس جربته وقالت لما جابوا الاصدار القديم بتاعه وكان كويس جدا معاهم والاصدار الحديث ما كانش بيحمي معاهم خالص من ريحة العرق فانا عايزة حد يأكد لي المعلومة دي في الكومنتات علشان البنات اللي ناوية جيب ستارفيل تبقى عارفة هل هو كويس ولا مش كويس بصوا بقى انه عندهم مفروض انا ابدأ ان انا اجربهم فاختروا معايا دلوقتي في الكومنتات درماتيك ولا بايسيرم اللي انا ابدأ فيه الاول عشان اقول لكم بقى رأي فيه ان شاء الله في الفيديو تاني يكون صغير كده وسريع اول سؤال دايما بتسأله عنه هو مزين العرق الفلاني هل ده فعلا بيعمل لسرطان وبسبب امراض والكلام ده كله قويين اشعر لكم حاجة حصلت معايا في الشغل انا كنت مسؤولة ان انا بسأل المرضى اللي بيكون مشتبه انهما ربنا عافينا كلنا عندهم سلطان في السادة عن الحاجات اللي ممكن تكون مسببة للمرض اللي كان عندهم وكان في الورقة دي بيكون مكتوب حاجات كتير جدا هل عندك حد في العيلة كان عنده سلطان سادي هل بيتاخذي ادوية معينة هل 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 وكانت الورقة دي مفيش فيها اي جملة او اي سؤال هل انت لستخدمي مزين العرق الفلاني او مزين العرق انت لستخدميه مثلا فيه او مادة البرابين او كده. فمعنى كلامي ايه? ان كانت لو وزارة الصحة شايفة ان موزيلات العرق فعلا مادة بتعمل سرطان كانوا حطوها في الورق اللي مدهانة في شغالنا. علشان لما نوزع على الناس دي. الناس دي تجاوب او او انا كنت استخدم موزيل العرق الفاني. فنبقى احنا شكين ان فعلا موزيل العرق ده هو اللي سبب لها السرطان. فمفيش اي دلائق علمية او اي صحة للكلام ده ارجوكم بلاش تخلوا الناس تضحك على عقولكم. دي حاجة مهمة قوي. يبقى اصدمكم يا جماعة التاني سؤال انتو دايما بتسألوه. انا بستخدم الشابة عشان اشيل بيها العرق والشابة كويسة جدا معي. بس هالفعلا عادي ان انا استخدمها? ولا لا. اللي انا عايز اقوله لكم يا جماعة ان الشابة موجود فيها مادة الالومينام كلورايد اللي انتو بتخافوا تجيبوا موزيل العرق العادي بسببها. فلو انتو بتخافوا اصلا من المادة دي. فالشابة برضو مش هتكون امينة لكم انكم تستخدموها. الفكرة في الشابة من غض النظر اعملت تقليل منهم كلورايد ان هي ممكن تعمل تحسس لبعض الناس او تعمل لهم التهابات. فمش كل الناس بينجح معهم الموضوع ده. وانا كاملنا لما جربتها الصراحة ما كانتش احساب حال خالص معي. وكانت فعلا بتعمل لي التهابات. وبحس ان انا المكان ده فيه كده احساس ان انا عايزة اهرش او كده. فبالتالي محبتهاش. خالص ودي كانت تجربتي انا شخصية في ناس بيستخدمها والموضوع معيهم جميل وعادي جدا يعني. يبقى تلوقتي يقولكم على تركاية حرفيا مش هتكلفكم ولا ماليم. ولو عملتوها هتخلصكم من ريحة العرق من غير ما تستخدموا مزلات عرق. وهي ان العرق اصلا يا جماعة بتاعنا. المفروض ربنا خليقنا ان العرق بتاعنا. ما يكونش اصلا ده ريحة. الفكرة كلها ان في بكتيريا بتتفاعل على سطح الجلد مع العرق اللي طالع. فبدا اللي بيسبب عندنا ريحة العرق وده لأسباب كتير جدا. في الناس الطبيعية اللي ما عنداش امراض وبتاخدش ادوية بيكون السبب الرئيسي اننا بناكل اكل فيه توم وبصل وبهرات. لو انتم قدرتوا تحكموا نفسكم في كمية البهرات والتوم والبصل اللي بتحط في الاكل ومنعتهم او قللتهم تماما صدقوني ريحة عرقكم هتختلف تماما وممكن ما يكونش اصلا في ريحة عرق. تانية حاجة بقى هتعملوها ان انتم منطقة الاندر ارم بتخسلوه باي منتج يكون مضاد للبكتيريا اي غسولة او اي صابونة تكون مضادة للبكتيريا. انا ونتي اصلا بشفيك دونية انت ممكن تتخدمي حتة صغيرة من الغسول بتاعك. غسول مشهول جدا اسمه بانوكسايل. الغسول ده في بنزويل بروكسايد. من المواد الكويسة جدا مضادة للبكتيريا. وهو مش موجود في مصر موجود بره مصر وكل علشان تلاقوا منه افضل حماية من العرق. الدراسات الاخيرة اثبتت يا جماعة ان نموزيل العرق لازم نستخدمه بالليل. دي اهم حاجة. عادي لو حط نيوم الصبح بس اهم حاجة ان احنا نحط مرة بالليل قبل ما ننام. ده هيمتص معانا اسرع والوقت اطول. وهيدي نتيجة احسن في ازالة رائحة العرق. تانية حاجة بقى ان نموزيل العرق لازم نستخدمه وجلدنا يكون ناشف على عكس كل منتجات الاسكين والهير كير. مش بيتمسح اسرع. لو حطي نوجه دينا مبلول هيتمسح بسرعة مش هلح ان هو يثبت على الجلد ويدينا الامساس المطلوب ويدينا الحماية المطلوبة من العرق. تبسوش طبعا انكم تعملوا باية الفيديو ده. وتشاريعوه مع كل اصحابكم. وباي باي.